بسم الله الرحمن الرحيم محاضرتنا النهاردة ان شاء الله في السلمي ديتد اميونيتي هنبدأ بالسلمي ديتد اميونيتي انتي سيل ديفلوفمت السورس بتاعنا لبنكاس إلستريتد اميونيوجي ريفيو وابو العباس بيزيك اميونيوجي المحاضرة دي هنعرف ان شاء الله هو الرول في السلمي ديتد اميونيتي فيترس بتاعتنا ويهي الانواع السلمي ديتد الرياكشن ونعرف ناخد فكرة عن الارجين and development of T-cell maturation لأن T-cells هما المسؤولين عن السلمي ديتد اميونيتي اول حاجة الرول في السلمي ديتد اميونيتي المسؤولين عن السلمي ديتد اميونيتي T-cells والسلمي ديتد اميونيتي بيبقى against tumors و the intracellular مايكروبز معظم المايكروبز بتكون extra cellar زي معظم البكتيريا والفنجان لكن في حالة intracellular مايكروبز ما بيقدرش ان يتعامل معها الهيومير اميونيتي لوحدها لأن الارجينزم بيبقى موجود intracellular فعشان نتخلص من الارجينزم يبقى لازم نتخلص نقدر نتعامل مع جوه السلم ففي عندي نوعين من المايكروبز اللي بيبقوا موجودين intracellular في نوع المايكروبز دي هي أصلا extra cellar وبدبع انجستل بالفاقوسايت ك first line of defense في innate immunity يعني عبل adaptive immunity لكن مفروض ان الفاقوسايت تقدر تتعمل intracellular killing للمايكروبز لكن في بعض الاوقات بيقدر لقدرة for intracellular multiplication زي في حالة المايكروباكتيريا من البكتيريا زي في حالة الكريبتوكوركاس بمسببه للفنجا يبقى هنا الارجنزم المفروض ان الفاقوسايت تعمله killing لا هو قالر ان هو يعيش ويمultiply جوه للسل وبالتاني هنا بقى اصبح ان هو intracellular intracellular in the phagocytes اللي هما المايكروفج جسمي النوع الثاني من intracellular microbes ده هو لازم يعيش جوه السل it's an obligatory intracellular microbes زي the viruses في حاجات تانية بس بالنسبة دلوقتي نعرف ان هو اهم حاجة فيهم the viruses the viruses are obligatory intracellular لازم يعيش جوه السل ومش مش شرط تبقى phagocytic cell بقى في الحالة دي ممكن يبقى infect كل virus بيبقاله target cells مايانا يقدر يعمل لها infection نفكر بالcells of the immune system في عندي cells of innate immunity اللي هي مسؤولة عن rapid response وفي cells of adaptive immunity هي اللي بتعمل slow response cells of innate immunity كل granulocytes تعالنا neutrophils xenophils and basophils colon granulocytes the macrophages with dendritic cells natural cure cells تمام و mast cells في molecules زي complement proteins في هنا هوا السلس دول يعني مش لازم أدخل فيهم دلوقتي عندنا السلس of adaptive immunity the B cells and T cells لكن التو cells دول gamma delta T cells و natural cure T cells بياخدوا صفات مشتركة ما بين innate وما بين adaptive مش هنتكلم عليهم قوي بالنسبة للمحاضرات القادمة دي لكن هنركز هنا على T cells T cells زي ما احنا شايفين في منها نوعين CD4 positive T cells و CD8 positive T cells CD4 positive اللي هما main ل T helper و CD8 positive اللي هي T cell toxic what are the common features of cell-mediated immunity تختلف ايه cell-mediated immunity اللي هي immunity medated by T cells عن the immunity medated by B cells اللي هي the hemoral immunity اول حاجة ان T cells have to interact with other cells يعني هي مش بتقدر تشتغل غير لما بتعمل interaction مع other cells وفي نفس الوقت لما تبق activated بتشتغل بان هي بتأثر على other cells فهي طول الوقت بت interact with other cells cell-mediated immunity cooperates with humoral and innate immunity to combat infection مش معنى ان احنا في intracellar infection وفي tumor formation ببقى cell-mediated immunity هي لها upper hand وبس وخلاص لا دايما في حالة اي infection كلهم بيتعاونوا مع بعض they cooperate with the humoral and innate immunity T-cells can only see and respond to antigens associated with other cells as the peptides should be displayed by MHC molecules on these cells اللي هم الانتجين presenting cells احنا تكلمنا قبل كده على الAPCs وشرحنا انهما وظفتهم انهما يقدموا الانتجين هدا بيب a peptide لازم بيب a protein متقسر لبتايد بيب presented بالMHC molecules لT-cells لان T-cells ما بتقدرش تتعرف على اي انتجين من غير ما يحصل له display by the MHC T-cells دايما بيب MHC restricted وقلنا the rule of 8 applicate how immune cells communicated طبعا احنا بنقول ان T-cells have to interact with other cells ازاي هي بت interact ازاي الانتراكشن مع other cells بيب بطريق تان الطريقة الاولى cell to cell contact يعني molecule و molecule تاني مقبل ل other cells الطريقة التانية عن طريق الساكتوكاين اللي تبقى secreted في peripheral lymphoid tissue اي organism بيدخل بيدخل من portal of entry بيروح لل draining peripheral lymphoid tissue في peripheral lymphoid tissue داي زي lymph nose وال mucosa associated with lymphoid tissues بتعم trapping لل antigen containing phagostetic cells يعني dendritic cell هي المين cells الموجودة في portal of entry بتاخد ال antigen وتنقله لغاية التميل لتransport لل peripheral lymphoid tissue هنا في peripheral tissues دي الفagostetic cells بتبقى trapped و بيبقى في concentration لكل cells of the immune cells مع بعض علشان يحصل cell to cell contact and interactions cell to cell contact بيحصل في many stages of the immune response يعني during the activation stage بيبقى في cell to cell contact يعني هنلاقي هنا ادي dendritic cell اللي كانت موجودة في portal of entry و عملت زي phagocytosis لل organism و قصرته و بتقدمه لل T cells هنا هنلاقي in deal activation stage يبقى during activation لازم يحصل communication أو contact مع anti-presenting cell لما دي بتعتبر anti-presenting cell لما تبقى activated بيحصل لها differentiation الشيشة وسواء كانت هي t-cell toxic أو t-helper هتشتغل انها بتأثر على other cells يعني لو هي t-cell toxic يبقى في contact مع target cell اللي هي infected cell اللي فيها virus أو tumor cell عشان تعمل لها killing لو هي t-helper هي بتعمل help to other cells سواء كانت cells of humeral immunity زي B cells عشان تحول microbes علشان تدر تعمل intracellular killing the microbes ت الطريقة الأول cell to cell contact الطريقة الثانية في communication in t-cells secrete cytokines that affect the functions of other cells ربين بص على الفيجر دا أنا عندي هنا الانتر presenting cell الهيد dendritic cell يلي بت present peptides بال class 2 لل CD 4 positive t-cells أو بال class dendritic cell بتقدر انهي عشان هي عليها ال two types of mhc molecules اللي من افتكر ان ال class 2 بيبقى موجود على professional ancient presenting cells اللي هم الدendritic وال macrophage with cells ال class 1 عشان هو موجود على colon nucleated cells تقريبا اذا الدendritic بيبقى عليها الاثنين وتقدر انهي ت present ancients الاثنين طيب لو ها ال presentation و activation of antigen و activation of T-cells اللي هم T-helper T-helper D بتعمل ايه هي الماسترو اللي بيعمل هر لكل cells تانية of the immune system هتبقى differentiated effector T-cell T-helper هتهلب B-cell عشان تتحول لبلازمة cell وتطلع antibodies هتهلب الماكرو فاج علشان تقدر انها تعمل intracellular killing وتعمل كمان killing tumor cells او اي infected cell cytokines كمان اللي هتطلعها هتهلب natural killer cell برضو عشان تساعد في killing of the tumor cells او اي viral infected cells T-cytotoxic لما تبقى cytotoxic T-lymphosides بتعمل ايه برضو نفس الكلام بتطلع cytokines عاملة زي T-helper كده هنا هتعمل تاكتيفيت الماكروفاج والnatural killer وحاجة المهمة بقى اهم function لها ان هي بتعمل هي cytotoxic عشان هي بتعمل killing killing لمين killing للم tumor cells او الفيروس infected cells ده يعني ملخص كده او فكرة بسيطة تورينا ازاي انهما بي communicate T-cells بقى نوحة بتcommunicate with other cells to perform their functions يبقى communication عشان هما يبقوا T-cells نفسهم وكمان عشان to perform the functions لما بيبقوا effector T-cells بعد كده نعرف ايه انواع cell-mediated immune reactions احنا قلنا نحن عندنا نوعين من intracellular infection واحد بيبقى قوة الفاغوس واحد بيبقى قوة obligatory infected cell يعني obligatory organism قوة infected cell يعني virus infected cells او tumor cells لو احنا عندنا infection قوة الفاغوس دا محتاج the T-helper to get rid of this infection لو احنا عندنا infection في حاجة cell obligatory intracellular infection او tumor cells دا محتاج بالأساس the T-syntotoxic to get rid of this reservoir of infection T-helper بتعمل A-secret cytokines بتعمل recruitment وactivation للother white blood cells علشان تعمل phagocytosis وتكسر الميكروب دا في حالة T-syntotoxic الـ reaction بتاحها انها تعمل killing هي cyto يعني خلية وتوكسك يعني وتقدر تعملها killing kill the infected cells سواء كان فيها virus او هي tumor cell containing the microbial proteins in the cytoplasm يبقى هنا لما بدعم killing للسل اللي جوه ها الارجنزم يبقى في الحالة دي انا مش بس بعمل killing الارجنزم دا انا بعمل للreservoir of infection to eliminate the cellular reservoir يبقى دول هما two types of cell mediated immune reactions اخر موضوع هنتكلم فيه في المحاضرة النهاردة هو the origin of tel lymphocytes cells ايه جاي من development بتاع حبيب ازاي طبعا احنا عارفين ان هي tel lymphocytes اسمها T عشان بيحصل لها maturation في timus لكن الارجن في كل الwhite blood cells بيبقى من البول مارو السل اللي هي الاصل الام بنسميها الhemopoietic stem cells الhemopoietic stem cells اللي موجودة في البول مارو هي الاصل بتاع كل السل همopoietic stem cells بتدينا common lymphoid precursors اللي في myeloid precursors وفي lymphoid precursors اللي lymphoid هي اللي بتدي التين lymphocytes والبي lymphocytes واللتو which gives the bin lymphocytes والتين lymphocyte linears أول حاجة البرو thymocytes migrate from the bone marrow to the thymus attracted by thymic molecules يعني هي بنسميها thymocyte علشان بتروح للthymus وليسه حاجة immature كده primitive بيسموها thymocytes في الثymus بتمigrate من البول مارو وبتروح للthymus وبتبقى في thymic molecules هي اللي بتعمل لها attraction علشان تدخل في الثymus يبقى جايين منين من common lymphoid precursors الhymobloetic stem cells بتدي common lymphoid precursors وبتدي myelod precursors احنا هنا يمنا ال lymphoid precursors هي اللي بتدي the t cells والb cells t cells نوعين أساسيين t helper اللي هي عليها cd4 molecule طبعا نحن عارفين يعني cd cd يعني clusters of differentiation وبتاخد أرقام وإحنا بالنسبة نحن ده بساعدنا عشان نحن نعرف تعمل differentiation وidentification للcells دي cd4 positive t cells اللي هما t helper وظفتهم الأساسية اللي هما بي activate the b cells عشان the hemoral immunity والmacrophage عشان لما يبقى في عندي intracellular infection وكده وبرضو neutrophils زي ما نشوف تعمل inflammation في حال extra severe infection نشوف functions طائد النوع الثاني هو cytotoxic t lymphocytes ودي من اسمها cytotoxic تعمل killing لل virus infected cells أو tumor cells نشوف كده فكرة عن t cell maturation بيمشي زي الهدف من maturation الهدف من maturation ان احنا نحصل على large possible number of cells with different t cell receptor specificities اللي احنا بنقول عليها the diversity التنوع في ال specificity بتاعت t cells احنا احنا عارفين انه في adaptive immunity t cells والb cells هما دول cells of adaptive immunity بيبقى لهم character مهمة جدا هي the specificities انه بيهم specificities يعني ايه يعني الرسبتور اللي عليه بيبقى specific to certain antigens ما هياش wide specificity يعني مش الرسبتور يقدر يتحد مع different forms of antigens لا بيبقى certain specificity في نفس الوقت احنا محتاجين انه يبقى عندنا t cells عليها receptor تقدر تتعرف على الملايين antigens اللي ممكن انه تبقى محتاجة انها تتعامل معها وده هو diversity ده التنوع لازم يكون عندنا t cells الموجودة في كل شخص يكون عليها receptors تقدر انها تتعرف على كل الملايين التي تقدر تتعامل معها وده هو بنسمي the diversity للتنوع بتاعها بيجي ازاي التنوع ده بيجي during maturation عشان نقدر ان احنا نحصل على the large possible number of cells with different t cell receptor specificities الحاجة التانية انه في بعض t cells او مش بعض هو في عدد كبير من t cells اثناء maturation بص لقي ان هو ملهوش فايدة مش بيقدر ان هو يبقى هنا ده نتخلص من نقوة reserve تحضل 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 t cells و لتحضل ال autoreactive t cells كمان لان في ممكن t cells تبقى موجودة يبقى عليها receptor يقدر ان هو ي interact مع الـ ourself tissues يتعرف عليها انها كأنها انتجين وفي الحالة دي هتهاجم الـ T-cells دي هتهاجم الـ tissues بتاعتنا وتعمل اللي بنقول عليه autoimmune disease دي حاجة مش مرغوب فيها فالمفروض انه في الـ T-cell maturation بيحصل انه التخلص من الـ auto-reactive T-cells اللي ممكن تهاجم ourself tissues maturation from progenitors involves بيحصل فيه ايه في عملية maturation بيحصل ان الـ T-cells receptor انتو خدتو في الـ humoral immunity انه في الـ B-cells بيبقى عليها B-cells receptor هنا برضو نفس الفكرة الـ T-cells اللي هي cell of adaptive immunity لانه بيبقى عن طريق ان عليها receptor هو الـ T-cells receptor الـ T-cells receptor ده بيبقى هو لما نعرف structure بتاعه هو polyptide polyptide chain يعني ايه يعني جاي من expression of certain genes genes بتبقى موجودة في القرمسون بتاع الخلايا بتاعه فالـ genes دي بتترتب يععد ترتبها بيحصل لها rearrangement ويحصل لها expression of the T-cells receptor genes ده الخطوة دي بتحصل في الخطوة في الـ process of maturation وده بيحصل during embryonic life في عملية T-cells maturation دي بتحصل during embryonic life بيحصل ان الـ genes اللي هي بتبقى coding for the T-cells receptor بتترتب بطريقة معينة بيحصل لها rearrangement علشان تديني T-cell receptor least specificity معينة كلان ده بيحصل في كل واحدة من T-cells علشان تديني T-cells ليهم T-cells receptors with a wide diversity الحاجة الثانية اني بيحصل فيه cell proliferation وبعدين بيحصل antigen-induced selection وهنشوف النوعين الـ selection اللي موجودين عندنا اللي بيحصل في المaturation هو positive or negative selection وبعد كده بنحصل على function capabilities في الـ stages of T-cells maturation الـ origin بيطلع من البون مارو زي ما قلنا فيه common lymphoid precursor بتبقى جاية من الـ hemopoietic stem cell الـ common lymphoid precursor دي بتدي الـ cell تروح الثيموس فبنسميها pre-thymocytes ال-pre-thymocytes pre-daiman يعني ما قبل لما بتدخل الثيموس بنسميها thymocytes يبقى هنا قبل لما توصل للثيموس وهي طلع من البون مارو بنسميها pre-thymocytes دخلت الثيموس الثيموس هو ده الـ lymphoid primary بنسميه primary lymphoid organ لانه هو organ of maturation اللي بتحصل فيه maturation of T-cells وعشا كده بنسميها عليه T-cells في عندي أربع stages بتمر بيها الثيمocytes أو T-cells جوا الثيموس أول ما بتدخل بتبقى very primitive ما بيبقاش عليها T-cell receptor ما بيكونش لسه حاصة على الـ rearrangement اللي احنا بنقول عايزين نوصل له ده بتاع الجينز وبالتالي ما بقاش لسه expressed T-cell receptor مش موجود على surface ولا فيه CD3 molecule وهناعرف إيه هو CD3 وإيه أهمية وبعد كده ده very primitive cell ما فيش عليها لا T-cell receptor ولا CD3 وطبعا ما هيش functioning ده هي pro T-cell يبقى pro عشان هي primitive يبتدي يحصل rearrangement للجينز بتاعة T-cell receptor لكن ما هوش complete T-cell receptor زي ما نعرف هو بيبقى عبارة عن two chains alpha chain و beta chain فواحدة منهم بيكون حصل لها rearrangement والتانية لسه عشان كده T-cell receptor لسه ما هوش mature enough فبنسميه pre T-cell receptor pre يعني ما قبله pre T-cell receptor وده بيحصل expression على surface وبيبقى معا CD3 molecule CD3 ده هو اللي بينقل T-cell receptor من اللي حصل له synthesis جوه الخلية ويبقى express ويطلع على surface يبقى طرمى في T-cell receptor يبقى لازم يبقى معاه CD3 لكن هنا السل دي بنسميها pre T-cell علشان receptor ده ما حصلش complete rearrangement للجينز لل two chains لا واحدة منهم والتانية لسه فدي بنسميها pre T-cell receptor لكن still السل دي مفيش عليها لا CD4 ولا CD8 اللي بيميميز T-helper والT-cell toxic فدي بنسميها double negative السل يبقى double negative هي pre T-cells بعد كده بيحصل expression للCD4 والCD8 اللي اتنين اللي اتنين لكن احنا مفروض اللي احنا عارفينه اللي كنت دايما بنقوله ان انا عندي يا اما CD4 يا اما CD8 لكن في هزي المرحلة بيبقى عليها الاثنين ولذلك بنسميها immature T-cells لان هي لسه موصلتش للمرحلة ان هي يبقى عليها واحد بس من الاثنين يبقى immature T-cells هي double positive T-cells the immature T-cells بالتحديد هي the double positive T-cells بيبقى عليها complete T-cell receptor خلاص ما بقاش pre خلاص وعليها CD3 لكن للأسف لسه في خطوة تانية لان عليها الاثنين دول CD4 و CD8 فدي هي double positive double positive يعني positive بالنسبة لل CD4 و CD8 الخطوة الرابعة بعد كده ان هي تحتفظ بس بواحد من الاثنين يا اما CD4 يا اما CD8 تتبقى single positive T-cells mature single positive T-cells عليها T-cells receptor عليها طبعا CD3 لان هو اللي بيقى T-cells receptor بالسورفس و عليها CD4 او CD8 و كمان بيبتدي يحصل expression للامج C class 1 عليها هاي الفيجر ده بيوريني باختصار الorigin بتاع T-cells اللي هي من البون مارو بيبقى هنا في l-hemopoietic stem cell بتدي common lymphoid progenitor cells من common lymphoid progenitor cells السلس دي بتسيب البون مارو وبتروح capri thymocytes وتدخل the thymus لما بتدخل thymus خلاص cathymocyte بتمر بالstages هي مش مشروحة هنا ال-stages دي اللي هي pro T-cells و pre T-cells و بعد كده immature ادي immature عشان عليها T-cell receptor و CD4 و CD8 الاتنين مع بعض بعد كده بيحصل عملية maturation selection ودي مهمة جدا علشان to get rid of the non-functioning T-cells في نسبة كبيرة جدا حوالي 80% من T-cells ما بتوصلش لمرحلة immature T-cells اللي هي اخر stage on عليه لا في حوالي 80% منهم ما بيبقوش functioning وهنشوف دول ايه اللي بيحصل لهم اما النسبة القليلة جدا هي اللي بت functioning بت mature into CD4 او CD8 single positive T-cells يبقى دي ال immature double positive يحصل maturation لنسبة قليلة يعني 80% ما بيحصل لهم ش المaturation ده بيحصل لهم apoptosis والنسبة القليلة هي اللي بتدي CD4 positive T-cells او CD8 positive T-cells دول بيسيبو ثايمس ويطلعوا منه يروحوا للسيركوليشن يبقى دول T-cells بتاعتنا اللي هي بتمثل the peripheral T-cell repertoire الكلام ده اللي على الفجر هنقوله هنا the common lymphoid precursor in the bone marrow هو ده origin بتاع T-cells يبقى origin الحقيقة للT والB ده بيدي pre-thymocyte قلنا pre عشان قبل ما تدخل السينس ال pre-thymocyte بت migrate to the thymus وزي ما قلنا فيه thymic molecules بتعمل لها ايه نوع من ال-attraction كده علشان تسيب secretion وتدخل فيه thymus جوه thymus بتدخل من الكورتكس تدخل من بعد كده للمدالة وبعدين تطلع من المدالة في الكورتكس وفي المدالة بتانتراكت مع الكورتكال epithelial cells وبعد كده في المدالة بتانتراكت مع المدالة الريديندريتيك cells في الكورتكس ايه اللي بيحصل اللي بيحصل اول حاجة زي ما اتفقنا هو الاربع stages اللي قلت عليهم هنشرحهم هنا بس بالشيء من التفصيل ان انا عندي pro t cells وبعدين pre t cells وبعدين immature t cells ال-pro اللي هي very primitive اللي بتبقاش عليها لا t cell receptor ولا cd3 بتبتدي to acquire pre t cell receptor وزي ما قلنا ان هو ما هواش محصلش فيه complete rearrangement ال two chains عشان كده بنسميه pre t cell receptor والسيل دي بتسميها pre t cells بعد كده بيكمل re rearrangement وبيعندي complete t cell receptor وبيحصل expression لcd4 ولcd8 اللي متنونش موجودين هنا فبتبقى دي double positive immature t cells بعدين اللي بيحصل زي ما قلنا في الفيجر اللي فات اللي فيه تماما 90% مش بيكملوا المaturation ده بيحدد ايه هل هي هتكمل ولا مش هتكمل عن طريق اللي اني بتدي يحصل interaction with the mhc على cortical epithelial cells يبقى فيه عندي هنا epithelial cells موجودة في الكورتكس بتاعت الثايمس epithelial cells دي تشتغل كانتشن عليها mhc class 1 و class 2 t cells immature اللي تقدر to interact مع cortical epithelial cells وتنجح في كده هي دي هيحصل لها تاخد signal عشان تعيش survival signal دي بنسميها ايه خطوة دي positive selection positive selection يعني هيحصل selection علشان t cells اللي قدروا فعلا انه هما يعملوا interaction مع cortical epithelial cells كantigen presenting cell عليهم mhc دول هيعيشوا لانهما هياخدوا signal بخليهم يعيشوا t cells surviving the positive selection المشكلة ايه فيهم هما بيكسبرس only cd8 or cd4 هما cd هما single positive t cells مشكلتهم انه هما express t cell receptor for both foreign and self antigen اذا وجودهم هيمثل اللي هما self antigen اللي هما can react with self antigen اللي عندهم receptor ممكن يعملوا autoimmune diseases علشان كده بنحتاج لخطو selection علشان نتخلص من auto-reactive g cells بيحصل فين عملية دي خطوة selection التانية دي بتحصل في المدالة ناحية المدالة بسيطة ما جريت من الكورتكس للمدالة the survivors of positive selection are allowed to pass to the medالة where they interact with the dendritic cells and macrophages presenting self peptides إذن هنا the ancient presenting cells اللي هنا هما mean dendritic cells and macrophages بالنسبة للكورتكس epithelial cells أكتر هي لا تشتغل ك ancient presenting cells عليهم MHC ده معناها ان دول بيمثلوا خطورة ده معناها ان هما ده self يعني can interact مع self-antigence فدول بيحصل لهم clonal deletion clone يعني كل مستمرة دي بتبقى deleted باقيه بالaccelerated epictose ده بنسميه negative selection يبقى هنا عصل negative selection يعني يعني cells which interact with high affinity بيحصل لهم epictoses لكن the t-cells that اللي عدت positive selection والnegative selection the positive selection في الكورتكس اللي احنا قلنا مع cortical epithelial cells cells which can interact with the cortical epithelial cells عليه self-MHC دول بيحصل لهم positive selection نجي بقى لحيط المدالة حسب الانتراكشن مع المدالة ريون dendritic cells لو حصل interaction with high affinity لا ده مش بيدي positive signal بالعكس ده بيحصل لهم negative selection يعني دول بيحصل لهم deletion أو accelerated epictoses t-cells اللي عدت و survived positive selection والnegative selection هما دول اللي بيبقوا خلاص ايه اتخرقوا they graduate from the thymus entering the circulation بعد كده تسيب thymus روح circulation as mature single positive t-cells t-cells حسب الانتراكشن اللي هي بتعمله مع ancient presenting cell لو كانت بتانتراكت مع mhc class 2 بيفضل CD4 positive molecule وهتبقى t-helper لو كان الانتراكشن مع mhc هيفضل CD8 positive molecule وهتبقى t-cells cytotoxic الفجر ده بيشرح لي الكلام اللي احنا بنقولناه ده كله في المكتوريشن ان انا عندي في الاول ادي thymocytes اللي هي جاية من bone marrow بتبقى مفيش عليها لسه اي receptor ببتدي يحصل بعد ما تدخل thymus ببتدي يحصل re-arrangement لل receptor genes بتاعت t-cell receptor t-cell receptor genes يحصلها re-arrangement وبتدي يحصل expression t-cell receptor ودي cd3 تمام وبعد كده cd4 cd8 ده اسمها ايه اللي عليها الاثنين اسمها double positive immature t-cell او immature thymocytes ده في الكورتكس تمام حاجة من الاثنين هتحصل بعد كده ببتدي يبقى تحاولنا to interact مع epithelial cells epithelial cells عليها mhc لو السل دي ما عملتش اي interaction مع epithelial cells cortical epithelial cells مش هتعيش مش هتاخد positive signal تقدر تخليها تعيش يبها يحصل لها ايه يحصل لها death by apoptosis of cells that do not interact with mhc molecules لكن t-cells اللي can interact with mhc molecules على epithelial cells بتاخد positive signal وبتعيش positive selection وده بنسمي positive selection of cells whose receptor bind mhc molecules وحسب بقى لو هي interact مع class 1 هتبقى cd8 positive t-cells لو هو interact مع class 2 هتبقى cd4 positive t-cells بعد ما بت migrate كده ناحية المضالة يحصل الخطوة التانية من selection ومن interaction ده بيحصل مع macrophage with dendritic cells اللي بيبقى عليهم mhc molecules اللي بتقدم A-cells بالتعب لو حصل interaction ما بين t-cells d receptor مع antrepresenting cells macrophage and dendritic with high affinity t ده بيؤدي negative selection negative selection and death of cells with high affinity receptors for self mhc or self mhc ذات self mhc سواء كان الانتراكشن ده مع self mhc او mhc presenting self طالما هو strong او high affinity interaction t-cells دي بيحصل لها deletion لانه هي ده مصدر خطر بعد كده انها تعمل auto immune disease اما لو ما بيينتراكت with moderate affinity دول بي survive يبقى كده هي عدت من positive selection و negative selection بقى عندي mature single positive t-cell either cd4 positive or cd8 positive كده خلصنا الماتوريشن وديك المحاضرة بتاعة الناردة نشوفي القوز مع بعض جميع cell mediated immunity is characterized by is mediated by B and T cells its main role is to combat extra cellular infections It cooperates with humor and innate immunity to combat infections It can be induced by polysaccharide antigens displayed by EPCs طبعا لا هي هنا مجدد بT-cells only تبقى against the intracellular infection تبقى against the intracellular infection تبقى against the intracellular infection إجابة جيمة فشحة غلط تبقى يصح Induced by polysaccharide antigens طبعا دي غلط لنرزمي بقى protein antigens The immature T-cells express a CD3, T-cell receptor, CD4 and CD8 ولا من غير CD4 والCD8 ولا CD4 والCD8 والT-cell receptor بس مفيش CD3 ولا CD3 مفيش T-cell receptor والCD4 وال8 طبعا زي ما قلنا إن ال immature هي عليها T-cell receptor والCD3 وبيبقى double post ال immature هي double post بيبقى عليها CD4 والCD8 The CD marker that identifies the T-cells is مين في دول؟ هو المركر اللي بيحدد لي إنها T-cell CD3 ولا CD4 ولا 8 ولا 28 طبعا CD3 لأنه هو ده بيبقى associated بيطلع مع T-cell receptor وذلك هو موجود سواء على T-helper أو على T-cells toxic إذن إجابة هنا هي CD3 The majority of cortical thymocytes express CD4 or CD8 A proportion of alpha-beta thymocytes undergo isotype switching to produce gamma-delta T-cells Thymocytes with T-cells receptor bind with low affinity to self-antrim أو self-teptide MHC complexes are clonally deleted CD4-CD8 positive double positive cells which do not interact with the cortical ectelia cells The cortical thymocytes are clonally deleted نجي نشوف كل واحدة من الاختجار من دول هل معظم الكورتيكال الثيمocytes بيبقى عليهم CD4 أو CD8؟ لا لأننا نحن عارفين إن الستيج بتاعت ال-immature بيبقى فيها الاثنين 4 and CD8 وهما دول بيمثلوا معظم الكورتيكال الثيمocytes قبل خطوة المتشوش لكن لو كان D في المدالة كانت A هتبقى 4 أو 8 لكن في الكورتيكس هي لسه ما محصلش المتشوش فبتبقى عليها الاثنين اللي هي ال-immature يبقى الإجابة دي غلط الإجابة دي A proportion of alpha beta بيحصل لهم switching عشان تدينا gamma-delta لا هي دي من الأول إما بتبقى alpha beta إما gamma-delta ما فيش class switching خالص في التسام ال-A alpha beta إما-delta ده نوع T-cell receptor طيب مساعدة هو T-cell receptor bind with low affinity طبعا هنا دي غلط لأن high affinity هي اللي بيحصل لها clonal division لكن low affinity it survives يبقى الإجابة دي وفوض هي الصح أن double positive cells اللي مش بانترأكت خالص مع cortic exterior cells are clonally deleted وده صحي مestaitzer ال- fوضى وفوض وفوض وملاحظه